اهلا بكل مشاهدين برنامجنا اسم اس وحشتوديو زي دائما زي ما تعودنا احنا بنجدد لقائنا من خلال برنامج رسائل اسم اس اولا هنقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم وابناؤكم عدوا لكم فاحذروهم الابناء احيانا يعني بيكونوا اعداء للاباء والامهات نعم الازواج برضو ايضا بيكونوا اعداء لازواجهم اكيد لكن دي مش القادة السليمة القادة السليمة ان دايما الاباء والامهات بيحبوا ابنائهم وده طبيعي جدا والبنات نفس الموضوع والابناء بيكونوا هما احني الناس على الاب والام من الناس الغريبة دي بقى ايه هي دي شواز القادة دي قادة السليمة انك انت تكون عدو والاب والام عفوا في بعض الاحيان احنا بنسمع عن حاجات غريبة جدا ايه هي الحاجات الغريبة ان انت ممكن تكون قاعد في مكان واحد ومعاك عدو عدو ايه طبعا وللأسف ان الموضوع دو بيكون بقى من العدو هو الابن والبنت موضوع حلقتنا النهاردة هو شواز القادة السلبية اللي في القادة الطبيعية اللي ربنا خلقنا عليها وبنشوف حاجات غير متابقة للقادة اللي احنا المفروض اتربينا عليها على الفطرة وعالتربية وعالاسلام وعالعقيدة وعالحاجات كتير واخلاقيات عنوان حرقتنا النهاردة هو الام هي عنوان الحنان والامان ولكن بطلة قصتي النهاردة هي ام الام دي كانت بتشتغل وبتتعب يعني بتبزل قصرة جهدها في سبيل انها توفر حياة كريمة لولادها اكيد طبعا كلنا احنا شاهدنا وشوفنا واسمانا عن قضية نورهان فتاة بورسعيد البنت اللي جر يعني كانت مجردة من الاحاسيس والمشاعر ومن كل حاجة من الرحمة ملامحها تبقى انسانة طبيعية جدا وبنت قيود وطيبة ولكن هي اللي جوها غير كده خالص البنت دي طبعا كلنا زي ما احنا عارفين هي عنوان للأسوة للجرم للفساد دي هنقول الابن العق للأم والأب دول البنت اللي كل قصوة بدون اي رحمة كانت هي اول ايد تتمد بطعنة امها ليه؟ عشانت على علاقة بشابة اصغر منها بست سنين بنت بتبلغ من العمر عشرين سنة يعني هي على وعي عالي من الثقافة بنت متعلمة بنت المفروض ان هي شايفة امها بتعمل كل اللي هي عايزاة بتعمل لها بتوفى الله حياة كريمة بتتعب وبتشتغل على اساس ان هي بتجهزها طبعا عندها اجنتة طويلة عريضة مليانة ديون الافات مؤلفة عشان خطر نرهان ونرهان تكون رحمة بامها لا تقدر ان هي فعلا تقول انا امي تابت علي او ما كانش ده بالعكس البنت دي يعني انا مش قادر اقول لكم مدى الجحود اللي في قلبها بنت تكون السبب في موت امها ازاي ازاي نينتة تكون عدوة لامك وده ليه عشان خاطر اكتشفت علاقتك بشاب اصغر منك شاب كاصر عمره 16 سنة ولا 14 سنة طبعا الكلام ده نرهان كانت بتدي دروس للبنت اللي هي اخت حسين وحسين كان بيطلع عنه يعني عندهم في اول الموضوع خالص انها استقبلته في الشقة تلع عندهم فوق وما كانش يعني الاب والام موجودين ولكن تلعتوا استقبلته ولكن هنا كان فيه يعني حاجة صعبة جدا انا يعني بحط قدامها علامة استفهام انا شاب بتلالي وسنه صغير ازاي ان انا اقدر ممكن اقول له ايه ده خليك تب واسيبه في الشقة وادخل اخد شاور القبلة نسيت طبعا تاخد الفوطة معاها فتعمل ايه ندهت على الشاب عشان يناولها الفوطة ومن هنا بدأت الجريمة هنا كان بداية الجريمة اللي هما طبعا كان سلس هما الشطان زي ما بيقولوا وقيمت علاقة ما بينهم غير شرعية قعدت كتير قوي العلاقة كانت ما بينهم وكانت بيتردد الولد ده على اساس انه هو صاحب الاخوها اللي اصغر منها ولكن سوري بقى في الكلمة اللي هقولها فجر البند ان هي ممكن تتصل في اوقات بالليل عشان تتصل بي وتقول له تعالي حسنا انا عايزك وتجلي دلوقتي وابوها واموها موجودين داخل البيت منين جبت الجراءة دي انها تقدر تستقبل في شقتها وابوها واموها موجودين ونايمين شاب في البيت وتكون معاه علاقة كان من سوق حظها ان اثناء العلاقة بعد ما انتهت نسي ونام وقالت له يعني قبل ما تنام صحيني عشان يقوم تقفل الباب وراه ولكن للأسف راح عليهم نومة هما الاتنين راح تنوم عليهم والام بتسحى وتدخل باب تدخل تخبط وتفتح الباب تلاقي العشيق نام جنبي منتهى ايه ده احنا راحت فين اخلقنا فين تربيتنا من هنا طبعا حصل ان الام دخلت للأب وقالت له الحق فيه كذا 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 تجي قام ايه ده ايه اللي جابك هنا قال له ابدا اصلا انا كنت بصل لصلاة الفجر والحكومة بتجري ورايا واجبت لاتي هنا وفتحت بالبطاقة ودخلت وافتكرته احمد نمت جنبه تمام كلام لا يعقل طبعا هي كانت على علاقة بي بقالها كتير قوي والبنت ده كمان ده هنا فيه طرف تالت يعني الاب والام وطرف تالت وهو الخطيب المغدوع تمام ايه اللي حصل الام طبعا قالت لها لأ من هنا كان طبيعي زي اي ام هلاقي الموكف ده هقول لها انا هكشف عليك معدتش الكلمة هباء اتفقت مع عاشقها ان هم هيتخلصوا من الام الام اللي طفحها الدم الام اللي صهرانا ليل ونهارا عشان تشتغل وتكون لها حياة كريمة وتجيب لها حاجتها اللي هي بتدخل بيها ما يبقاش نقصها اي حاجة زيها زي الاف البنات الام اللي عندها اجنتة طويلة وعريضة فيها الاف الفلوس والديون اللي عليها عشان جهاز نرهان نرهان اللي كل اللي بتفكر فيه بس فقط لغير متعتها نفسها عنانيتها جحودها اتجاه الاب والام ولكن هنا الاب طبعا لا حول الله ولا قوة راجل دايما برضو بيجرى على اكل عيشه واحنا عارفين طبعا الظروف الاقتصادية والحالة اللي احنا كلنا بنمر بيها زنب الام والاب ايه انه هما بيجروا على اكل عيشهم انتي سنك ما انت استغير والمشكلة ان الشاب دا عمره 16 سنة يعني انتي بتكبره في العقل وفي الثقافة ازاي حاجة يعني مجردة من كل حاجة من كل رحمة البنت حتى يعني انتي ايه اللي خلاك يعني انا مش قادرة يعني استوعب ان انا ممكن اقتل امي وطب ما تاخدنيش الرقفة بيها والامي بتقول لها تبسد بوني اتشاهد والست تفالة يعني فدلت تتشاهد وقالولها لا كيف هي عليك كده ايه دا هنقول مغيبة هنقول عندها مرض نفسي لا دي واحدة بكامل قوها العقلية دي واحدة عارفة هي بتعمل ايه دي واحدة مش فارق معها اي حاجة كل اللي بيهمها نفسها لدرجة معلش ممكن نعرض الصور شوفوا الام مدى فرحتها ببنتها يوم خطو بيتها ام فرحانة ببنتها انا دي اول فرحاتها وفرحانة نهاية تتجوز وهتعيش حياة كريمة وانا بتعب واشأ عليك وعزاكي اشوفك احسن الناس واحسن مني احسن من العالم دا كله دا طبيعة واحساس اي ام طبيعية انما لما البنت بالطريقة دي والمنظر دا مع شاب عمره 14 ولا 16 سنة والمصيبة انها اللي كان بتتصل بيه وتقوله تعالى بالليل بالنهار في اي وقت الام مش موجودة حتى والاهل موجودين بالليل ازاي؟ ملامحها الجح دا تمام؟ اثناء الحكمة هي دلوقتي يعني اوراقها راحت طبعا من فضيلة المفتي وده اقل شيء دي المفروض تنعدم في ميدان عام لكل انسان تسوق له نفسه انه ممكن الام والاب اللي بيطفحوا الدم بيفضلوا بصوا يعني ما بيفكروش في نفسيهم دا ممكن ما يفكروش ان هم يجيبوا حاجة لنفسهم عشانك انت وعشانك انت هل دا يكون نصبهم؟ هل دا الجزاء وزي ما ربنا قال تمام؟ كله رح يمين بيهم؟ هي دي الرقفة؟ لا كانت مغيبة؟ لا عندهم في صنف الشخصية؟ لا بطا عطا حتى لو بطا عطا مش بالطريقة دي انسانة جحدة بجد يعني انا مش لقيها لها اي مبرر مش لقيها اي كلام ممكن اقوله اتجاه البنت فعلا اللي الام الام دا دا يعني انت في يوم الايام هتكوني يعني المفروض دا كان المفروض ولكن انت ان شاء الله بإذن الله عند ربنا بقى يعني بقصة المصير كنت المفروض هتكوني قوم هل كنت هتقبالي اني بنتك تعمل كده؟ وانتي مداينا نفسك هنا ومداينا نفسك هنا وبتحاول بقدر الامكان ان انتي بوافلت كل اللي انتي عايزة بعلمك وانتي مخطوبة تا بالانسان اللي انتي كنت مخطوبة له دا برضو نفس الموضوع ايه زنبه؟ ليه الفيديحة اللي انتي عملتيها؟ ومش حاسة بأي يعني لا يعني مش علموا بلاء انسانة ما تعرفش حاجة عن الرحمة الاب والام دول الاساس دول اللي ربنا خلقهم ده ربنا قال الجنة تحت اقدام الامهات ده الامهات بتموت اسناء ما بيجوا بيخلفوا ولادهم وبتيجي ممكن الام تكون عارفة حالتها خطيرة ولايا جزلها الخلفة ومع ذلك بتعافر وبتحاول عشان تسمع كلمة يعني تتقال لها كلمة يا ماما انت متخيلين؟ انتي الطفل ده بيجي يعني تكوينه كله من عدم الام الام ما بتعرفش تنام بتفضل سنة كاملة ما بتعرفش تنام قبل الولادة وبعد الولادة عارفين مدى العذاب اللي الام ده بتشوفوه؟ سهل ليله نهارة عشان تشوف احتياجات الزوج سهل ليله نهارة عشان تشوف الابناء سهل ليله نهارة ان هي ممكن تكون ظروفة على قدراتها في نفس الوقت بتشتغل وبتتعب وبتشقى وبتعمل وبتسوي عشان تيجي يعني توفلك اللي انت عايزاه سهر وتعب عشان تيجي تأكلك لقمة كويسة تعب وصهر عشان تغسلك وتلاقي وتلبسك يعني احلى الهدوم واحلى الملابس واحلى الاكل ده الام والاب هل ده يكون جزاؤهم؟ ايه ده؟ وللدرجاتي للدرجاتي يعني نزوتك ومتعيتك لغت كل اهلك وكل ده في سبيل لحظة انت عشتيها وانت متخيلة اني اي واحدة بتقوم بحاجة زي كده ربنا هيكرمها ولا تكون نهايتها نهاية سعيدة هتكون نهايتها زي نهاية نورهان كده وهي اول واحدة يعني هي اللي ضربت امها بالشاكوش على دماغها تخيله امي بتقولي سبيني اتشاهد وانا اقتلها ده من جبرتها ده لقيت عليها مياه سخنة ايه ده؟ فين العقل؟ فين الدين؟ فين التربية؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ احنا كل يوم بنسمع عن قصة جديدة احنا كنا زمان بنشوف فين وفين على ما بنسمع على قضية قتل ولا حاجة ممكن تكون حصلت ايه ده ما بنصدقش العقل بنقول ممكن دي كده تكون خرافات ولا ممكن يكون كلام مش حقيقي ولكن اصبح دلوقتي معلش يعني انت بتسمع كأن فيه جريمة قتل او بيحصل جريمة قتل كأنك ايه ده؟ ايه ده؟ ده فيه مهرجاني النهاردة ولا فيه مش عارفة ايه حصل النهاردة ولا فيه ايه؟ ايه ده؟ فيه فرح موجود هنا ولا هنا جرائم القتل بقت بطريقة بشعة بسليم مختلفة ايه اللي وصلنا؟ التكنولوجيا؟ التكنولوجيا ايه ده؟ حاجة بقى صعبة جدا يعني ام ايه زنبها؟ هنا ليه؟ عارفين ليه؟ هقول لكم ليه لان برضو هنا فيه غلط من الاب والام وهي اني انا بسمح لابني ان بيجيب صاحبه البيت اولا واخيرا صاحبك تقابله برا على القهوة تقف معاه في اي مكان تقعد معاه في اي مكان عام ولكن البيت اللي حرمته طالما انا صعب ان انا ممكن اكون ركيبة على ابني وبنتي ومش عارفة ايه اللي بيحصل وجرائطها ان هي تجيب الشاب ده عندها البيت تمام؟ هنا ممنوع اي حد ممكن يدخل البيت كان زمان فيه غيرة كان الشاب ممكن يكون ماشي في الشارع ومع اخته تمام؟ ما ينفعش ان هو ممكن لو لا واحد صاحبه يسلم عليه عشان مع اخته البنت زمان كانت تخاف ان هي ممكن تمشي مع اخوها لحد يفتكر ان هي ماشيها ماشي بطال دلوقتي يبقى الامر عادي جدا الاصدقاء بيدخلوا البيت منهم الكويسين ومنهم السيئين البنت برضو نفس الموضوع بقت الصداقة معها يعني فيه بالنسبة للعلاقات علاقة مفرطة انا عندي صاحبي وعندي صديقي وعندي 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 الموضوع بقى موضوع صعب الحرية فهموها غلط دي نتيجة الحرية زيادة عن اللي مفهومها غلط الحرية مش ان انا اعرف فلان واعرف علان ونكون اصدقاء ونقد الليل والنهار كله مع بعضينا ايه دا وصديقي جاي يذكر معي في البيت ولا احنا ايه دا انا مسافرة مع صديقة هنقضي ومن في شرم ولا في الغرداء ولا ايا كان فيه عادات وفيه تقاليد العادات والتقاليد دي كلها دلوقتي بقت للأسف نقول الله يرحمها لان دلوقتي بتبصي بتلاقي الولد في سن 17-18 سنة بيجبر ابوه امه على الاشياء اللي هو عايزه على الاسلوب اللي هو عايزه على الطريقة حتى طريقة كلامه وعدم احترامه لي الشاب بقى الطبيعي عادي مفيش اي مشكلة انا شايف ايه دا انا ممكن اروح واجي وما تسألنيش انا خلاص كي برد عشان انا اتولت شوية معنا بتسألت فوني اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا بتتكلم عن ان الام برضو ليها دور في حتة ان ايه انا اشوف مين ماشي مع بنتي ماشي مين بيكلم بنتي فليه دوري ان انا اعرف مين صحاب بنتي عشان اعرف بنتي واعلمها الصح والغلق من الاول انا اصعبان علي الام اللي راحت طب هل لو تربيتها كويسة كانت بيتها عملت كده لا ماشي فانا ببص على الحتة دي انا معاي عياد صغيرين لا بعلمهم من امه صغيرين مين صحابك وبيتكلموا مين وبتعملوا ايه عشان بص محبش يوصل بكرة وبعده الام حصلوا طمام حرمها فلازم حتى ان احنا ندور على عيالنا برضو بس انا عايز اقولك على حاجة يعني الام هي بتراي وبترائب ولكن هي دلوقتي حاليا في شغلها اما يوصل بها الامر كده حاجة صعبة جدا انا عشان اكسب شغلي اخسر عيالي انا هشوف لو جدرت اوفت باني ان انا اشوف عيالي وشغلي حلو لكن اني انا يبقى شغلي على حساب عيالي لا انا عايز اقول لحدتك على حاجة البنت كان بيتدري باخلاقها المسال هناك في المنطقة يعني البنت في المنطقة اللي هم كانوا موجودين فيها كانت سمعتها كويسة جدا وبيقول عليها ان هي مؤدبة ده خاطبها يعني حتى لدرجة لما سمع بالقضية وعرف هيسيات الموضوع ما صدقش انه ممكن نرهان تعمل كده ماشي انا محدش مثلا ولا مرشتها ماشي مع الشاب ده معلش احناك منطقة هنا معروفة احناك سواجة وصعيدة وكده معروفة دي بنتي مين وماشي معا مين وأهلاها مين وبتعمل ايه وماشيها كويس ولا لأ بس اكيد معروفة الواحدة بيدام منه يعني ده محدشتها خالص يوم بتكلمه او ماشي معا مرة مش معقول ما تجدلوش برا يعني برضو انا بس على الام انا يا عمي ناشي انا معيز والله يرحمها ونسمعتي برضو لا رحمها بس انا بتتكلم برضو على عياننا يشوف عياننا من هم وصغيرين انا مستناش العيان لما يكبر ادور عليه تمام فزي ما احنا قلنا كده الاستاذة طبعا اللي اتصلت الام لحول الله ولا قوة البنت كان بيتدرب باخلاقها المثل الام كانت بتشوف يعني المفروض دي الكبيرة والولد عمره 14 سنة 16 سنة انت استحالها ممكن يعني اجيبك عالك ان انت ممكن تتخال ان في علاقة ما بين البنت وما بين الولد اللي عمره 14 سنة انا سني 20 سنة ولا واحد 20 سنة او ممكن افكر في طفل عمره 14 سنة اه ده حاجة صعبة جدا بجد عايز اقول زي ما احنا اتكلمنا وقلنا اه في حاجات بالنسبة لنا احنا بقنا نسمح بيها اه الحرية زادة عن نزوم وان انا مكنش ام حازمة وحاسمة ان انا كلامي يمشي في البيت معانا ايما مكررات تفضل حضرتك ايا 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 لاخوات الصديوان ما يجيبوش ما يجيبوش احابهم من الشيبي ومشترمين من التردونين تمام ايا 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 اسألك سؤاله انت ستنك 16 سنة ايا تمام انتي في معتقداتك, ايه اللي ملي خلى البنت تمام تفكر في الموضو ده انا والله ممكن بس مثلا هي تبقى ممكن هي مثلا متبقاش عقليتها تمام لأن هي مخطوبة وده زي أصلا ده 14 سنة أو 16 سنة زي طفل يعني هي اللي مريضة مش أكيد يعني أنا مش أجيب كله فلط عليه بس هي أنا مريضة طيب أنا عايزة أسألك برضو أن ليه بس أسألك لأنه إنشاء عمرك 16 سنة فأنتي فكريك ممكن تقدري تإفهمي يعني تأثير البنات الأصدقاء في المدرسة أو في الجامعات لهم تأثير على بعض أيو أكيد سواي في حاجة كويسة أو في حاجة وحشة أكيد في كل حاجة أصلا طب إيه اللي بيخلي البنت ممكن تعمل لو شايفة صاحبتها بتعمل حاجة غلط وهي ممكن تكون ميولها نرايحة المفروض إيه ده لأ بتعمل حاجة غلط فأنا ما عمانش يعني أنت مثلا مثال أنت دلوقتي في المدرسة أنت مفروض دلوقتي هنقول تانية سنوي أنت في تانية سنوي أيا أيوة أنا في قولة سنوي في قولة سنوي طيب أنت ممكن تشوفي بعض يعني التصرفات من أصدقائك يعني التصرفات مش حلوة أنت إيه تعقبك عليها إن أنا قطع الأصدقاء دولت وما أكلمهمش تاني والمفروض أي والمفروض أي بنت تروح تقول لمامتها هيان صاحبة مين وديت بتعمل إيه وكده يعني عشر لمامتها هتكون أكبر منها وهتقول لها إيه صح أو إيه غلط بحييكي جدا يا آية وبشكرك من الواضح أن أنت يعني صديقة لمامتك ومامتك صديقة ليكي فأنت بتحكي لها على كل حاجة صح؟ زي ما احنا قلنا دلوقتي طبعا آية سنة 16 سنة في أولى سنوي أنا حبيت أسألها الأسئلة دي لأنه هو السن ده السن الحارج طبعا نورهام ما كانش سنة سن حارج تمام؟ ولكن هنا أنا أصدت أن أنا أسأل آية الأسئلة دي لأن هنا الأصدقاء بينهم بين بعض بيحسوا أنهم في المدرسة متفتحين زيادة عن نزوم شوية هقدر أخد حريتي مع صاحبتي وأتكلم في كل حاجة ممكن نلاقي البيت راكيب علي فيها وأن أنا مش أخد حريتي ممكن حتى مع أختي يعني أنا ممكن أسأل في أسئلة مش هينفق ألو 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 طيب هنرجع تاني المهم اللي أنا بتكلم فيه أن البنت بتاخد حريتها في المدرسة أكتر وفي الجامعة أكتر هنا ممكن الأم بتيجي لأنها أكبر منها سنة وعلى ضراية من تجارب كتير قوي في الحياة فأنا بقول لبنتي ده الصح وده الغلط ده المفروض تعملي والمفروض ما تعمليش فالبنت بتحس إن أنا إيه ده أنا قفلة عليها دايرة زيادة عن اللزوم فبتاخد حريتها مع صديقتها أو صحبتها وتتكلم مباح إيه المشكلة آآ جربي ممكن يعني تعالي نخرج ما بتقوليش إن إحما خارجين تعالي نروح الدرس ألو آآ طبعا فاجينا آآ هنقل إيه اللي هيحصل بقى إن أنا هاعد أتكلم مع صحبتي وهشوف هي بتعمل إيه وحبة والمرغوب يعني الممنوع مرغوب ولكن للأسف ده حاجة غلط بالنسبة لتفكير البنات هنا هقدر أقول فيه رسائل تلت رسائل هقدر أقدمهم أولا ممنوع إن أي حد ممكن يدخل أي حد البيت بدون يعني ما ينفع شي فيه حاجة اسمها حرمية يعني بيت آآ فيه حاجة اسمها إن أنا أكون رقيبة على أولادي آآ قابلك صحبي بره وللأسف يعني برنامجنا خليس نتظريني في حلقة جديدة من برنامج رسائل اسم اس اشتركوا في القناة